أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته القرآن الكريم بيّن شأن اليتيم بيّن مكانته بيّن كيف يهتم به المجتمع كيف يقوم على شأنه اليتيم فقد أقرب الناس إليه فقد الناصر والمؤين فقد من يحن عليه فقد من يأخذ بيده فقد من يربيه ويهذبه ويعلمه فقد الوالد الذي هو ركن من أركان حياة الإنسان خاصة إذا كان الإنسان صغيرا هذا الذي فقد من ينصره فقد من يعينه الله عوّضه بأعظم الله عوّضه بأفضل جعل كل من في المجتمع يقومون على شأنه ولا بد أن ينتبهوا إلى هذا لا ينبغي أن يهمل اليتيم بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما وقف العلماء عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم قالوا يا ترى لماذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر اليتيم وكيف أنه أوصل من يكفل اليتيم ويقوم على شأنه إلى هذه الدرجة العالية أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الدرجات والأماكن قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما وتكفل بعقول الناس وتكفل بحياتهم وتكفل بتعليمهم وتكفل بإخراجهم من الظلمات إلى النور فكأنه صلى الله عليه وسلم تكفل بأمور الناس ليأخذهم إلى الله تبارك وتعالى فكذلك من يتكفل باليتيم يتكفل بتربيته يتكفل بتعليمه يتكفل بتهذيبه يتكفل بإطعامه يتكفل بكل شؤون حياته فهو أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ملمح جميل وقف عنده العلماء اليتيم ما سكن في بيت إلا وحلته البركة وما أكل مع قوم إلا وبارك الله في طعامهم يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل يتيم في صحفة قوم إلا وبارك الله في طعامهم وجنب صحفتهم الشيطان الشيطان لا يأتي وهذا الضعيف القوي قوي بالله بما أنزله الله تبارك وتعالى فيه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هكذا شأن اليتيم عند الله تبارك وتعالى ويأتي رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسوة قلبه أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مسح رأس اليتيم قال له إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس يتيم فإن لك بكل شعرة مستها يدك حسنة عند الله تبارك وتعالى اليتيم شأنه عند الله عظيم لا بد أن ننتبه إليه ولا بد أن نقوم على شأنه ولا بد من مراعاته هنيئا لكل من تولى أمر يتيم فحفظ عليه ماله وحفظ عليه أخلاقه ورباه وقام على تنشئته ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى شدد الكرآن الكريم في أكل مال اليتيم فقال إن الذين يأكلون أموال اليتيم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لذلك لا ينبغي أن يقترب من مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالمراعاة إلا بالتنمية إلا بالتجارة فيه حتى ينمو ماله ولا يضيعه إن اليتيم قد يهمل في بعض البيوت قد يؤكل حقه قد يجور عليه عمه وقد يجور عليه قريبه ولا يعلمون أنهم سيحاسبون بين يدي الله تبارك وتعالى على تقصيرهم في حقه لم يعلموا أن في إكرام اليتيم خيرا وبركة كما أنهم لم يعلموا أنهم لم قاموا على شأن اليتيم واهتموا بأمره فإن الله تبارك وتعالى يبارك لهم في أولادهم وفي أرزاقهم وفي أبدانهم من قام على شأن اليتيم فاهتم بأمره فهنيئا له ومن حاول أن يأخذ مال اليتيم أو أن يأكل حقه فإنما يأكل في بطنه نارا وسيحاسب على ذلك أمام الله تبارك وتعالى احفظوا حق اليتيم وقوموا على شأنه فهو بركة المجتمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة